السلام عليكم سوف نتحدث اليوم عن درس من دروس النحو الهمة أنواع الجمل ولدي نوعين من أنواع الجمل الجمل الإسمية التي تبدأ بإسم والجمل الفعلية هي التي تبدأ بفعل الجمل الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر المبتدأ هو الإسم الذي تبدأ به الجملة اسم إنسان، اسم حيوان، صفة ومن علامات الأسماء لألف واللام والتنوين والتاء المربوطة أما الخبر هو الذي يتمم المعنى أمي في المطبخ أخي نائم في السرير هذه هي الجملة الإسمية تبدأ بإسم ولا يضيها خبر يتم المعنى أختي تقص لي القصص هذه أيضا جملة إسمية لماذا؟ لأنها بدأت بإسم أما الجملة الفعلية فتتكون من فعل وفاعل الفعل هو الذي يرتبط بزمن الفعل هو الذي فيه حركة يأكل، ينام، يستيكز، يزاكر، يحكي، يسرد، يؤلف كل هذه أفعال تدل على الحركة وكل فعل اللي يجب له فاعل هو الذي يقوم بالفعل أتيت لك بمثال قرأت الطالبة القصة وقرأت بها تاء ساكنة والتاء الساكنة هذه تبقى تاء تأنيس قرأت أما التاء المتحركة ما معنى ميس التاء المتحركة؟ التي عليها ضمة، فتحة، قصرة، فتكون تاء الفعل من التي قرأت الطالبة؟ هي الفعل ماذا قرأت الطالبة؟ القصة مفعول به يبقى على دي هنا الفعل قرأة يدل على حركة يا بنات ومن التي قرأت الطالبة؟ ماذا قرأت الطالبة؟ قصة مفعول به المفعول به يا بنات هل كل جملة فعلية يوجد بها مفعول به؟ لا أحياناً تحتاج الجملة لمفعول بي وأحياناً الجملة لا تحتاج إلى مفعول بي المفعول بي هو الذي يقع عليه الفعل شريب الحليب قرأ القصة فهم الدرس يكون هذا هو المفعول بي أحياناً لا تحتاج خرج أبي من المنزل من المنزل لا يوجد بها مفعول بي افتحي معي الكتاب صفحة 46 كتاب النشاط سوف نحل التمرير الذي يوجد به أول فقرة لديك مطلوب منك استخراج يعني نستخرج من الفقرة فعل ماضي فعلاً مضارعاً فاعلاً مفعول بي حتى أجيب على هذا السؤال يجب أن أحدد الجملة الفعلية هذه أول جملة فعلية لدي هل يوجد جملة فعلية أخرى؟ آه كمان هذه جملة فعلية تمت في جملة فعلية يتكون من الأوشاحة طيب ترتدي الفتيات تمت حياكتها يتكون من الأوشاحة هيا بنا نختار الفعل الماضي الفعل الماضي الذي تم وانتهى انتهى ترتدي ولا يتكون ولا تمت فعلاً استمعت لبعض الفتيات تقول تمت أحسنتي تمت تم وانتهى وقل لك تم شرح الدرس يعني انتهى فعل مضارع لدي فعلية ترتدي وعند كلمات يتكون الاثنين صح فاعلاً فعل كل جملة فعلية يجب أن يكون فيها فعل ولكن يوجد فعل اسم ظاهر ظاهر يعني قدام عيني ظاهر أماني اللي هي ترتدي الفتيات مفعولاً به بناتي الجملة الأولى هي جملة الكاملة ترتدي الفعل الفتيات والفعل اللي باسا مفعول به هذا هو المثال الأول ننتقل إلى المثال الثاني اكرأ الجملة الفعلية ثم ظلغ الفعل بلون أصفر والفعل بلون أخضر كلها جملة فعلية إذا لاحظتي بدأت غابة أزهرت يعني أخرجت الأزهار زادة هذه كلها جملة فعلية لماذا جملة فعلية؟ لأنها بدأت بفعل وكل فعل اللي يبد له من فعل بدأت هذا الفعل من التي بدأت بشائر؟ من الذي غاب القمر؟ من التي أزهرت الأشجار؟ من الذي زاد طولي؟ ففعلاً كل فعل يجب له فعل بدأت بشائر غاب القمر؟ أزهرت الأشجار؟ زاد طولي المثال الثالث أكمل كما هو مطلوب يبقى كل جملة يطلب منك مطلوب ضعي فاعل يعني الشخص الذي يقوم بالفعل يحب فعل الخير أي شيء أبي أخي عمي معلمي أبي ناقش المعلم في المشروع أنا وإنتي نجلس معا نناقش نناقش ماذا نناقش؟ البحث الفكرة القصة فعلاً هذا كل ما فقول به الذي وقع عليه الشيء ناقش المعلم البحث في المشروع فعلي ماضي الأم ابنها بالاجتهاد والمصابرة أنا اخترت لكم حثت أو شجعت يعني حثت شجعت الأم ابنها بالاجتهاد والمصابرة كتب علي ماذا كتب عليه؟ كلمة جملة قصة قصيدة هذا كل مفعول به كلمة اقترح فاعل من الذي اقترح أخي أبي طبعاً ممكن أقول أمي بس لو قلت اقترحت هذا هو المثال الثالث نأتي لآخر مثال في الصفحة استخدم الأفعال الآتية في كتابة جمل من إنشائك أنا سأحل هذا النشاط ولكن أطلب منك أنت مكتبي أمثلة مماثلة لهذا النشاط استخدم الأفعال الآتية في كتابة جمل من إنشائك ثم أنظر هل الجملة تتضمى المفعول به أم لا هل كل الجمل بيها مفعول به أم لا رقد كتاب استيقظ أول جملة كتبتها أنا كتبي أنت جمل أخر مماثلة وصوريها ورسليها وسألي نفسك هل بيها مفعول به أم لا رقد أخي في الصباح رقد الفعل من الذي رقد أخي ماذا رقده هل يوجد مفعول به؟ لا لا يوجد مفعول به في الصباح في حرف جر والصباح اسم مجرور يبقى معنى ذلك أن لا ليست كل الجمل الفعلية يوجد بها مفعول به الجملة الثانية كتب كتب الطالب الواجب كتب أخي الترسى هل هنا يوجد مفعول به؟ أسمع؟ نعم يوجد مفعول به كتب الفعل من الذي كتب الطالب؟ فاعل ماذا كتب الطالب؟ ما الذي وقع عليه الفعل؟ الواجبة أحسنتي فالواجب هنا مفعول به استيقظ استيقظ أخي الصغير من النوم هل يوجد مفعول به في هذه الجملة؟ استيقظ الفاعل من؟ بسأل بالفاعل من الذي استيقظه؟ أخي أخي هنا الفاعل هل يوجد بها مفعول به؟ أسأل تاني عزة اسمع هل يوجد بها مفعول به؟ لا يوجد بها مفعول به ما معنى كلمة الصغير يا أستاذة؟ الصغير هنا يا بنات نعت وصف الأخي وليس مفعول به يبقى استيقظه هذا الفعل أخي الفعل الصغير بوصف أخوي أنه صغير من النوم من حرف جر والنوم مفعول به والنوم مفعول به والنوم مفعول به ليست بها مفعول به وبهذا نكون انتهينا من شرح الجملة الفعلية ومن حل صفحة 46 شكرا على استماعكم لهذا الدرس ترجمة نانسي قنقر